صباحكم صحة يا رب دائما نمشكر ريمو على كل هاي النصائح الصحية لتقدمنا إياها يوميا أما هلا رح ننتقل إلى القدس والحديث عن وجود ثلاث حفريات جديدة في باحات المسجد الأقصى ولمزيد من التفاصيل تقرير مع الزميل محمد سرحان من القدس في الوقت الذي تنشغل فيه أنظار العالم العربي والإسلامي إلى التغيرات في المنطقة تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تمس وتزوير الطابع الإسلامي في محيط المسجد الأقصى المبارك بتوصيل شبكة الأنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى من جهة وربطها مع المرافق التلمولية وخاصة القصور الأموية من جهة ثانية يسرقون من القصور الأموية الحجارة لإهام العالم أيضا بأن هذه من بقايا هيكل سليمان المزعوم وهذا تزوير للتاريخ واعتداء على الوقف الإسلامي ونحن نقول بأن العرب المسلمين عليهم أن يصحوا عليهم أن لا ينسوا هذه المدينة لأنها أمانة في علاقهم جميعا الحفريات التي تتركز في طريق باب المغاربة وصولا إلى الحدائق الأموية جنوب المسجد الأقصى تشمل عمليات نبش وتفريغ ترابي لحجارة الأبنية الموجودة والتي يعود تاريخها للفترة الأموية ليتم وضعها في أكياس كبيرة ومن ثم نقلها إلى أماكن مجهولة بحيث يتم لاءمتها للرواية التلمودية والتي تتيح الحق لليهود فيها حسب المزاعم الإسرائيلية ما يجري هو الآن تحويل هذه الآثار وطمس معالمها العربية والإسلامية إلى مكان يهودي لإدعاء أن هذا المكان هو جزء من الهيكل المزعوم الذي يريد بناءه مكان المسجد الأقصى المبارك لا سمح الله أقول الخطوة خطيرة جدا الخطوة فيها طمس وسارقة للآثار والملامح العربية والإسلامية في المنطقة وهي تهويدية بكل معنى الكريمة يشار إلى أن سلطات الاحتلال تقوم في هذه الأيام بعمليات حفر واسعة بالتزامن مع تدمير ممنهج للآثار الإسلامية العريقة بهدف استكمال تهويد منطقة القصور الأموية وتحويلها إلى مسارات تلمودية للهيكل المزعوم لا تزال سلطات الاحتلال تعمل جاهدة من أجل الاستيلاء على هذا الإرث العربي الإسلامي قصور الأمويين الذي يتعرض في هذه الأيام إلى التزوير والتهويد محمد سرحان لقناة الفلسطينية القدس المحتلة